طبعا ايران بالنسبة لي هم دلوقتي الاحتلال الايراني والاحتلال التركي وطبعا قبليه الاحتلال الامريكي ولكن خلينا مع الاحتلال البلد المحتلة النهاردة قواعد امريكية تركية حرص ثوري حزب الله موجودين النهاردة وايران قالت لك بشكل واضح والقاطرين قال لك بشكل واضح احنا نقترب من ايران اكثر خلاص يقترب من ايران فيقترب من ايران ايه على حساب الدول العربية خليج العربي خليج العربي اللي بيننا وبين ايران قررت قناة الجزيرة النهاردة النهاردة انهم يلغوا العربي ما يبقاش خليج عربي يسيبوا بقى يخلوا بس كلمة الخليج وتم حسبك العربي او زي ما قدام حضراتكوه قناة تميمي النهاردة قررت التخلي عن العروبة والاحتضان واخد حض ايران وتركيا وانه على الخريطة اللي قدامكوه اللي تم النهاردة في نشرتهم وكله ان احنا خلاص بقى الخليج انتوا عارفين الخناءة كانت ايران تدفع جوجل وتدفع مش عارف ايه ومئات الماليين عشان يكتبوا الخليج الفارسي لما حاجة تكتب الخليج الفارسي شركات طهران خليج الفارسي والخليج العربي مش عايز هو يبقى اسم العربي قالك لا خليج فارسي مش عربي فقررت الجزيرة النهاردة انها بدأت في تغيير الخريطة زي ما حاولوا امبارح يغيروا في خريطة مصر والاول امبارح خريطة مصر النهاردة بيغيروا كمان خريطة الخليج العربي الجزيرة وقطر قررت انها كمان بداية تغيير لخريطة الخليج العربي والتخلي عن العروبة لتصبح قطر دولة ليست عربية وأنا أتمنى والله أتمنى لأنه هي بصراحة سبة سبة وقطر زرعت زرعا زي إسرائيل كده لأنه اللي بتعمله قطر زي إسرائيل اللي بتعمله لاتنين زي بعض لاتنين وجهين لعملة واحدة ووجود قطر وسطينة زي إسرائيل ما هي موجودة كمان فبالنسبة لنا قطر النهاردة وجودها أنها تقترب من تركيا وإيران بالنسبة لنا أفضل لا نريد هذه الدولة أن تكون دولة عربية ولا يشرفنا أنها تكون دولة عربية لأنها دولة مارقة ما دائما الدول المارقة والدول الإرهابية تكون مع بعض فإيران إرهابية تركيا إرهابية قطر إرهابية إسرائيل إرهابية دولة أربع دول اللي فيه المنطقة والإقليم دول إرهابية فأنت مع السلامة حضن إيران وحضن تركيا وبنسبة لنا متشكرين أنت لو خدتوا القرار وإحنا بنسبة لنا شيء أمر إيجابي إذا أنت بدأت النهاردة عايز تغير المنظومة تغير خرائط على مزاجك إن إحنا الأشقاء وما مش عارف إيه وهنعمل إيه لأنه مش عايز يغضب الإيرانيين فبالتالي إن إحنا أول إجراء بنعمله النهاردة بنحزف اسم العربي من على خريطة الخليج العربي ونخليه بس كلمة الخليج وممكن جدا بكرة لبعده تليه هم نزلين الفارسي يسمعوا لأنه هو النهاردة مين بقولك تميم لا يحكم تميم متحفظ عليه واللي بيحكم النهاردة المين بيتحكم نهاردة في مقدرات الشعب القطري ليس تميم حمد بن جاسم وأبو تميم حمد بن خليفة ولكن ليه السطوة الأكبر هو حمد بن جاسم العراب عراب ما جرى في العالم العرب من 2011 وبالتالي تميم على جنب اقفل عليه الباب طلع شبه الشعب يشوف أنه تميم موجود تميم لا يحكم أنا بقول لكم لا يحكم وبالتالي توقع أي حاجة لقام الجاية يكتب خليج عربي خليج فارسي يغير يعمل كل الكلام ده ده اللي تنتظره لا تنتظره أي خير لقام الجاية من هذه الدولة ومن الناس الحكام بتوع هذه الدولة البياني سبورت قناة القطرية الرياضية شركة مصرية المعنية بالتشفير وده يمكن طلع بياني النهاردة مش هتبقى موجودة في مصر يعني مش هتبقى موجودة شركة المسؤولة اللي هي CNE المعنية بتشفير القناوات الفضائية بتبحث دلوقتي تبقى للبيان اللي طلعوه النهاردة بتراجع العقد اللي بينها وبين القناة القطرية بي انسبورت تمهيدا للإلغاء نبقاش عندنا قطر هندور على أنا بقولكهم وقالوا ان احنا من دلوقتي بنشوف هنفسخ التعاقدات ازاي وانه مش هيكون فيه مد او تجديد مرة تانية وانه احنا لانه ثبت انه بي ان سبورت استغلت ثبت استغلالها وانه ما كانش فيه منافسة وانه عدم شفافية وبالتالي ده بيدينا الحق ان احنا نفسخ العقد او التعاقدات معها ولكن قالت بتطمن حضراتكم بتطمن المشتركين انه هنراعي حقوق المشتركين اللي بيستفيدوا مباريات من في اي اجراءات هيتم اتخاذها وانه وزارة السمار كمان دلوقتي وزارة السمار دكتورة سحر ناصر بيعكفوا دلوقتي كمان على دراسة مدى جدوى وجود المراكز الخدمة داخل المنطقة الاستثمارية وبالتالي هيتم اتخاذ هذه الاجراءات بالكامل والغاء كل شيء اسمها حاجة بي انس بورت زي ما السعودية عملت زي ما الامارات عملت وما يكونش فيه اي تحولات خلص ان انت النهاردة اي فلوس بحضرتك بتتفحها اشتراك بتروح لدولة ارهابية وبالتالي طالما انت اخذت هذه القرارات لا يكون لك اي تعامل مالي او سياسي او دبلوماسي او اي شيء او شيء مع دولة ارهابية منع وعلى فكرة دي هتكون اكبر ضربة توجه لتمويل الجزيرة اكبر ضربة احنا بنتكلم على اكبر دولة في المنطقة تسعين مليون لعندنا العدد الاكبر من الاشتراكات لما مصر بتوقف هذا الامر انا بقول لكم طب مين بقى مصر والسعودية والخليج كله هيعمل كده مصر السعودية الامارات البحرين نتكلم على كام 140 150 مليون تقريبا 140 مليون تقريبا طيب ايه بقى ايه الحكاية نوصل لفين دول الاكتر في المنطقة الشرق الاوسط اللي هي بي انسبورت واخد حصريا كؤس عالم وبتاعة تدفع بقى المليارات اللي عندها الضخ بقى وعايز اقول لكم هتدخل بقى شركات اخرى تدخل حاجات اخرى يتشاف مع الدنيا كلها مش هتتساب يعني عحيك الدول ديت مش هتسيب حضرتك لي انك لا هتتابع كل البطولات مؤكد هيكون في قرارات او اجراءات لسه لما نشوف بس الاجراءات الايام القادمة ايه اللي ممكن ايهم من ضمن الله